بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج وعظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدتنا وأميرتنا وأمنا سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة عليها السلام لحل العقد بالنسبة للزواج فلان أصابتها الكثير من العقد عقدت عليها الزواج وعكرت عليها الزواج ولم تصفى أمورها في مسألة الزواج لحل عقدي العمل فلان دائم الخسارة في عمله فلان أينما يتوجه في رزقه لا يصيب شيئا فحل هذه العقدة كذلك حل عقدة قلة الحظ فلان ليس لديه حظ أينما تواجه ليس بمحظوظ وكذلك حل عقدة الزوج عندما دائما وأبدا يثير المشاكل مع زوجته يثير المشاكل مع أولاده وكذلك الزوجة عقدة الزوجة التي تثير المشكلات أو المشكلات في البيت إلى جميع الأمور ماذا تفعل؟ كما يقول آية الله الشيخ البهائي قدست روحه زكية لحل هذه المعقودات لحل هذا المعقود إذا جن الليل فليقرأ هذا التسبيح أي بعد صلاة العشاء ألف مرة يفتح له كل عقدة عقدة الزواج عقدة ضيق الرزق عقدة قلة الحظ إلى غير ذلك تقول ألف مرة سبحان الله الملك الحي الذي لا يموت ألف مرة سبحان الله الملك الحي الذي لا يموت جرب ولا تشك برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام لا تنسونا من فاضل دعواتكم قصوصا في صلاة الليل اشتركوا في القناة